الاستثمار في زراعة التفاح بولاية خنشلة اصبح يستقطب عددا كبيرا من الفلاحين في السنوات الاخيرة خاصة بعد اعتمادهم على الزراعة المكثفة المنتهجة في الكثير من الدول الرائدة في هذا المجال احنا كتعاونية اولا توجهنا للغرسة هذه الحديثة اللي هي بالغرسة التكتيفية تسمى بالغرسة التكتيفية هذه توجهنا لها لانها اولا ربح للوقت لانها كما نشوف الزراعة هذه مغرسة في مارس 2020 اعطت نتيج الحمد لله بغض النظر عن الزراعة الكلاسيكية زراعة اكبر عدد من الاشجار في الهكتار وتحسين نوعية الانتاج من اهداف الزراعة المكثفة للتفاح والتي وضعت حدا للعديد من المشاكل التي يعانيها الفلاح في الزراعة التقليدية او الكلاسيكية او انك دهن نوع فيها كما نوع هذا القالة شنيقة شنيكوراد عندنا القالة شنيقة، عندنا القراني سميث عندنا الجولدن ريندرز، عندنا السيبرشيف عندنا عدة انواع ان شاء الله لدينا وبربية ان شاء الله لدينا مشروع ان شاء الله في التوسيع تطوير الزراعة المكثفة والحديثة هو ما تسعى اليه التعاونيات الفلاحية للنهوض بمختلفات في الشعب والتي نجد منها شعبة التفاح وكما زيادة المساحات المغروسة من هذه المادة ودخول عالم التصدير مستقبلا ناهيك عن المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني موسيقى